أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا بكم في عدد جديد من حسدكم أولادنا تحتجنحنا أولادنا تحتجنحنا تعالج مواضيع عديدة هذه المواضيع تعلق مباشرة بالأولياء كيفاش يعالجوا حالة ما كيفاش يتعاملوا مع حالة ما في تربية ولادهم اللي هم أولادنا وراهم تحتجنحنا اليوم رايحين نترقوا لموضوع مهم جدا هو موضوع صحة الأسنان ما يخفكمش باللي كامل نحب ونضحكوا أسنان نيبان وشابين وكامل إذن ولكن هذه الأسنان هدو عندهم صحة عندهم طريقة كيفاش نتعاملوا معهم وكامل وانتوما يا أولياء مهمتكم أنكم تعتنيوا بأسنان ولادكم لنفهموكم معلاش إذن في هذه الحساء راح نستقبل أخسائية الدكتورة جراحة أسنان مهدي نعيمة فضلي مدام مرحبا بيك شرفتنا مرحبا بيك مدام مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك وكذلك نستقبل أخسائي في علم التربية السيد لابرينور الدين تفضل أستاذ شرفتنا شرفتنا الله يخليك مرحبا بيك مرحبا بيك تفضل 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 كذلك معنا أخسائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل السيدة حريش أمينة تفضلي تفضلي أستاذة تفضلي مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك وكذلك في كل مرة نستقبل أم ولا أب باش نشاركنا التجربة نتاعه في هذا المجال هذا معنا السيدة مهراوي إيمان تفضلي مدام مرحبا بيك مدام تفضلي تفضلي شرفتنا شرفتنا وفي كل مرة نستاذفو الطفل ولا طفلة يجي دير الواجبات المدرسية نتاعه في هذا المكتب الجميل باش انتو متاني تروحوا ديروا الواجبات المدرسية تعاكم معنا اليوم الطفلة أروى تعالي 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 موش راكي زيدي واحدة زيدي واحدة شوفي في الكاميرا وش راكي بنتي أنا مليحة هكي مليحة تحبي تقرأي أروى وش تريد كتي تقرأي أنتية تكتب في الكراس؟ ولا تدير الأرقام؟ ولا وش تريد؟ اني نكتب في الكراس تكتب في الكراس إدان اليوم راحو تورينا في هاد المكتب الجميل كيف اش تكتب في الكراس ياخي تروح يضيى الواجبات ديرك أهي تفضلي بنتي تفضلي 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 وانتوما كذلك يا أتفال لازم ديروا الواجبات التي اعكم بانتظام باش تنجحون إن شاء الله لي أنا مهمة نحنا أنكم انتوما تنجحون مرحبا بكم في هذه الحصة أنا بنسبليها حصة مهمة جدا لأن صحة الأسنان على منظر شيء مهم مهم جدا دائما نتسألوا الأولياء يا هل تارا كيفاش وليدي نتهاون معاه ما نتهاونش معاه يا هل تارا نكون أشوفالنا باش يبروسي سنانو وما يبروسيهمش نديه للدونتيست حتى توجعوا الدرس احنا في الجزائر أنا واحد من الناس بلك حقيقة والدي رب يحفظهم على المونيكاشنبروسي سناني وكانوا أشوفالو كامل ولكن عندنا هذه التبعات نروح للدونتيست كي توجعني الدرس كي توجعني الدرس نروح للدونتيست احنا ماذا بينا اليوم شويا نحس الأولياء لهذا الصحة الأسنان كي شيء مهم 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 جدا إذا دكتورة مهدي نعيمة ركي متوجدة معنا اليوم باش تنورينا تنورينا حبينا نعرفوا وش هو وش هي صحة الأسنان وش إلا كان ما اعتنناش بالأسنان وش ينجم على هادشي تسوّس وش هو درجة تسوّس يا هل ترى كان تسوّس خطير مش شيء خطير وكذلك ماذا بينا تركينا على أنواع الأسنان كذلك لأنه كان الأسنان اللابانية لدون دوليه هادوك ما نعرفوش كيفاش نتعامل معهم يا هل ترى ولدي كي يكون صغير عنده أسنان لابانية وعنده تسوّس شيء خطير مش شيء خطير كيفاش نتعامل معاه نحلو ما نحلوش وكامل ماذا بينا توضحين هذه النقطة تفضلي دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صحة الأسنان بالطبع مهمة جدا وخاصة عند الطفل وهو صغير ما يعرفش الأهمية تحها لازم الوالدين يكونوا معاه دائما يتابعوه حتى يعرف الأهمية تحها بالطبع أي سنة يبدأ لازم يبدأ البروساج دكتورة هو يشوف الطفل نعرفه بعد الصبي تبدأ الأسنان من شهر السادس شهر السادس تبدأ تكون الأسنان يقول لك مريديا ويدير في السنان في جهة الله تم الأهم خاصة تبدأ تتبع الصبي ديالها لأن ظهور الأسنان هي كل ستة أشهر عند الصبية بدأ في ستة أشهر نزيدوا ستة أشهر تبدأ تظهر أسنان أخرى أسنان أخرى لدينا مدة بنتنا ظهور الأسنان الأسنان البنية اللي يخرجوا كما القواطع يخرجوا ستة أشهر ستة أشهر أبخي بعد ستة أشهر أحد أخرين تخرج أسنان أخرى دونك الأم على بلها بالمدة من ظهور الأسنان هي ستة أشهر حتى يقفل ثلاثة سنوات حتى ثلاثة سنوات هدو أسنان البنية؟ دونك عند الصبية من ستة أشهر حتى ثلاثة سنوات في عمره وهذه المدة لأن الأم تكون مع الصبي داية هوanasر تعطي عبرات أخرى مثل الحمع تعطي إسهال يكون الصبي دائما مريض أي يعني دائما يكون يعني دائما يصل إذا كنتبrauen بلضط الأدوة الطفل بالمتمائة يتقنها أوليدك وش بيه يكون نيف النف USA هذو كامل وأحراض دات جا من دهول الأسنان من سي مواء من ستة أشهر حتى تلات سنوات يكون عندو دي سمتم يعني ما يكونش من الحمى تسهل من ستة أشهر تسهل تم ماتت هنا الأم من هد الحمى من إسهلات من زيارة الطبيب الأطفال والبيدياتر دونك اللي تولتان تقين دو بخان دو بخان دي دائمين عن دفع دفع سيعكوز دي دان ومن بعد من ثلث سنوات تمبع لازم الأم تكون وعية بلي لازم تعلم له كيفاش ينظف أسنانه كيفاش يبروسي سنانه بالفرشاد وهو يتعلم عليها على بابا على خابة الكبار يشوفهم بلي يتجهوا إلى إلى تنظيف أسنانهم أسنانهم دونك يشوف بلي يفو سبروسي ليدان ويتباحهم أستاذا شفتك بلي جبتين فم استناعي ماذا بينا تورينا ما هي الطريقة السليمة في البروساش تعل الأسنان يعني أنا جايتك أخو يا زيد لازم نقبل نوضح الدرسة وشفيها كامل دكور باش يتبعون دونك هذي درسة ستون مولار ستون مولار والطفل عنده المولار بانسور الطفل وش عنده يبدأ بالقواطع بالقواطع بالزنسيزي بالسنترال وبعدها الزنسيزي بالاترال وما كامل القواطع هذو داكو الجانبية ووسطة وبعدها يبدأوا المولار حكذا كما هذه الأدراس بديهم بعدها لكانين الأنياب وبعدها يكمل قانت بالمولار يكونوا عنده عشرة أسنان في الفك الأسفل وعشرة في الفك العلوي انتو كامل كامل جمعون عشرين يكون عنده عشرين عشرين سن سن داكور 20 دن ديس انهو وديس انبه داكور داكور هذي عنا المولار داك كامل الأسنان هكذا المحتوي التحرم على la constitution تعلق سواء تكون قطع أو الناب نحن ديبنا المولار لأنها كامل كامل داكور نحن 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 الطبقة الأولى هو الميناء c'est الماء 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 نحن 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 هو الأبيض نحن 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 الميناء لدينا الطبقة الثانية هي اللب العاج لدنتيد العاج بعد عنا في الوسط هو اللب هذه المنطقة حساسة لأنها تحتوي على الفيسو sangha وعندنا النار الداخل يعني حية حية حساسة هنا مم الانفان كي تجيح تسوص تعلمينا ما يحش وما يشكيش لليپاران داكور voilà parce كهنا c'est pas يبا c'est pas vivant c'est pas vivant non يبا بالصح مشي حساسة يعني مشي حساسة ما توجعش كم يقول النار سنتم داكور يقدر يكون عنده تسوص سطحي كما يقولون سطحي ووالا بخميار في الاستاد المرحلة الأولى ما يوجعش ووالا ما يمتعش ما يشكيش من بال من يكون الحلويات والسكريات ما يضهروش على ما يشكيش لليپاران داكور اوكي لادانتين هنا العاج زيت تحبط المرحلة التانية تعتصوص التسوص يتمشى من الميناء تحبط للعاج هذي كثيرو دوزيام دقري المرحلة التانية ثم الانفان يحس ما يشكيش بزيف بصح عنده عنده حساسية خفيفة وتدخل تتعمق السكريات الداخل ماك لا تحصل ثم يقول يقول لالأم ماما دستيتو عندي حاجة في سناني داكور بسكو سي بخوفان حبطت لك وكبرت لك ثم يشكي ثم الام مالهرزم كيتشوف صيب كمم انتخو دون دون تم ما يفو يفو لشي الدنتيست مام لبغوصاج لا تنظيف الأسنان بالفرشات مي خلاص ما عندوش جدو لازم نكملو 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 في المنزل لكن لازم تده عن طبيب الأسنان بشي يفحصو يدنق دكتورة كيتكون يدن دون دون يعني كيف 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 مام يشتكيش مام يدي با دفع كان أطفال يخافوا يتعلم يقول لي ما يهضرش كامل يلا يسوف كل الأنفان بس حم يقول شي با مام تنب ما يشوفو مام ما عندوش نكاريت طم ميو بس صح يتبع يقدر اليوم ما عندوش غدوة من ذاك يبدأ له تسويس وستدل الأسنان اللابنية وش يتبعو التحلة كامل يوجد يوجد ويشوف يلبتون هدي وعندنا نشاهل نشاهل وعشرين أسنان لابنية معروفة هادي؟ هادي. هادي سي لابوش دان دولتا. دكور. ايه. الانفان تكون يعني من 3 او قتلك تحبس لا هو مستشور. حتى ال 3 او حال. خلاص. ميزي تي خرج سنين. تتسنين خلاص تتامل أسنان لبنية. ت пытlane ، دا أنioni. به – صوت عبوش دانبعه، بين ماهماً حال هذه المواجәة في حال الأعمال هذه. على حال الأعاد ، år الأع ذات والفق. هذه تعني فلا الحال الأعاد 30 سنين. هذه durchaus مساة? مساة. هنا يمكنكم مساة الحالة وpayوش دائما جائما 1 6 سنوات سنن دائما إلا أنت تتيجerecht أمي عاودوا نبتولو واحد أخرين يعني اللي دون سي أوتوماتيك حسنًا دائمًا كمي يطولو غير تروح لدون دولي تعاود تخرج لدون أي من تحتها بسك هذيك لدون ديفينيتيف دائمًا كانت الداخل العظم هي راي تطلع وهي راي تدفع في الوقر باش تتنحها و راي تكبر بسك كانت الكوغان بعد دارت الجودور و راي تكبر هو بها نموة على الطفلة هو ماوشي حاس ما توجع ماوه هو راهو يأكل نعمال إلا دون دولي نعمال ميحس مي ألاج دو سيزان سين كون سيزان يبدو يبوجيو يبدو يبوجيو يتحركو باش يديرو المكان تم باكي بدو يبوجيو لاماما تعرف بلي راي تخرجون دون جديدة دائمة دائمة والاكتمال تحد خروج هذي الأسنان دائمة هذي من 6 سنين حتى الوقت من 6 سنين حتى العمر 12 سنين حتى بولو 12 سنين حتى بولو 12 سنين حتى بولو 12 سنين حتى العمر دائمة 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 وكل عام تخرج عندنا عند السابي كل 6 أشهر يبدو يديرنا در صباح دخرة أشفاء بليح كل 6 أشهر عند الطفل كل عام من 6 سنين بين 6 سنين بين 6 سنين و8 سنين يديرنا القواتج وبعدا بين 7 سنين و9 سنين يديرنا المطفل وبعدا الدائمة كل عام كل عام حتى يكمل 20 سنين 12-13 سنة ومعدة من 15 عام 25 عام يخرجوا لدن ساجز هي الدراس يقولون بدروس العقل لدن ساجز أستاذة قلنا مقبيلة تسوس تسوس تلك الأسنان اللبنية وكامل هل ترى الطفل إذا كان بالمرات لغالب يكون له كانال هذا يكون انفكتي وكامل عادية كنا حيوا درس الطفل لا لا شوف لا لا شوف لكنا نحن وش قلت لك الأم اللي حكي تحل فهم اللي دها تشوف لازمها تشوف ايه تشوف تشوف الأب دي فاي اللي باتخي بروش دي سيزن فان سيلا ماما وهي اللي تدير لطبيبية اللي تدير عليه هي ومام الطفل لو كان عنده تسوس في الأسنان هو في التمدروس في المدرسة يتعطل دجا يتعطل على دروسه بالضبط يكون عنده غيابات بالضبط دون كهدو هي المرة الأولى تشوف بلي وليدها عنده سوس اللي وصلت وحتى الغياب تمتولي الام هي توقف تكون vigilانة على صحة أسنان وليدها توقف 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 يقول لنن اقصد دون اقصد دون كاري يتريب 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 بالضبط يتريب 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 ايشك سكولير بعد هنا كنت تشوف بلي هي ما تبعش ولدها وصلت الدرجة وان جاه لابسي التحاب دكور تنفخت لدن خلاص سي كاريما تدير طب الأسنان يطلو يطلو وصفة دوك علاج بالأدوية ثم يشوف طبيب لدن تستيشوف بلي سيتون دن لدارت بزاف التحاب شديد ثم يوميولان في كاريما داكور بس كما تعود غير تعود تلو في البعض هي مليح أننا ونيبار يعني الأنفان مدابينا معيش ها التجربة مليح من نحوش الأسنان الألبانية وحتى الطفل يعني ما لزمش يعيش بعد كل سن يروح في الوقت تاعو المحدد بس ك فهمتني تربيا تربيا شكرا شكرا دكتورة هي الوقاية هي الوقاية لت جسوا ماذا كنا نرجعوا الوقاية نرجع لكم بعد باش نوريهم الوقاية الأحسن شكرا 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 سيد نوردين لابريت 39 سنة في سلك التعليم وحنا على بنها بالأولياء أهمهم الواحد ونجح ولادهم في الدراسة اذا احنا رأنا هنا اليوم حقيقة نوجه نصائح الأولياء على أطفالهم في كامل أطوار أطوار نمو الطفل ولكن نركز لهم دائما على التمدرس لأنهم شوف أنا شفتها مع والدية شفتها يعني الدراسة هي أهم شيء يعني في هذه المرحلة هذه والأسنان مهمة جدا مهمة يا هل ترى حبيت نعرف المربيين وكامل هل يعطوا أهمية الأسنان يلو كان هل هناك دروس يعني في البرنامج هل يتكلموا معهم يسقسيهم أهمية تنظيف الأسنان يسكوا عنهم ديراية بهذا الشيء ماذا بيت وضح لي هات الصورة نعم شكرا سيا زيد طب لذلك سمح لي في عجالة باش نعرف حالة التسوس نسبة التسوس عند أطفالنا في الجزائر كارثية وكارثية لا 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 موش كما نتصور لماذا؟ لأنني سأعطيك النسبة التسوس عند الأطفال في العالم وهذه درتها المنظمة الدولية للصحة للصحة أما بين ثمانين وخمسة وثمانين في المائة من الأطفال مصابون بالتسوس الأقل عنده سوسة يعني نسبة كبيرة في العالم أبقى في الأطفال يحبوا الحلوى ولكن في الجزائر هذه عندها تقريب خمسة سبعة سنوات في الجزائر أربعين خمسة وربعين في المائة المسلوسين نعم إذن الجزائر رأي فيه؟ توقنا تسألوا يا هل تارى بلك ما عندهمش الإمكانيات باشي تناولوا الحلوى والشوك ولا أعطوا كامل يعني ممكن النمط المعيشي هو النمط المعيشي حقيقة في الدول الغربية بلك عندهم مدركة رأي الناس بدأت تتوعى هذا هو الشيء نعم نعم فيه تحسن كثير واهتمام أكثر من طرف الأولياء ومن طرف المنظومة التربوية توجيها أطفالنا من أجل الوقاية من التسوس ولكن رغم هذا تبقى أربعين خمسة وربعين في المائة تبقى دائما نسبة يعني نعم 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 من طبيعتي المهم سيزيد احنا في المدرسة في المدرسة كان ثلاث حالات تواجه المعلم والأسرة التربوية بالنسبة للأسنان تعال الأطفال أولا هو ما يسمى بالخيراج لابسي لابسي الالتهاب الالتهاب يسميه الخيراج مصطلح على كل حال لابسي تلمين عنده المعلم يشوف تلمين عنده أبسي ويعاني كان كذلك الألام الأوجاع المعلم رويقري ولا المعلمة حتى تلقى طفل وجعته درسة نعم وجعته درسة وش يدروف هاد الحالة نعم لكن كان الحالة الثالثة اللي ما تكلمناش عليها هي الحوادث بتاع ربالك المدرسة عطفال يتحركوه في الساحة كذا ويسقط ويحدث له كسر كسر مثلا أو صد أو كما يقولون صدمة تروماتيزم صدمة أو كسر هذا كذلك هذا كذلك يعني موجود في المدرسة ما العمل ما العمل في الحالة الأولى ألم تلميذي يشتاكي للمعلم عنده ألم هنا المعلم ما لازم يشتقلق يخليه تبع الدراسة وفي العيادة في الحقيقة في المتوسط الثانوي عندنا في الجزائر كان عيادات ولو فيها أبسط الأدوية تحت الدخول الأولي سريع هذا يعني موجود في الامتدائي حسب الامتدائيات حسب الامتدائيات ولكن هنا وش يدير المعلم أولاً يتفادى تقديم لاسبيرين للتلميذ هذا ممنوع منعاً باتاً ويمكنه أن يقدم له بارستامول يعني حبة بارستامول لأن البارستامول بعد 15 دقيقة 20 دقيقة رايحة تهدى تلك الألام والتلميذ يوصل للدراسة انتهاء ولكن لابد من إعلام وإخبار الأولياء قال أوليدكم لاليرت يعني هذا من جه كما قلنا هذا كلابسي الخيرات أهنا سيغوة ريشوس اللابسي سيمبوغراف يعني شوية نعم ريشوس طيلة اليوم ممكن يشوف كيف يدير باش يتصر هو بالطبيب الأسنان في انتظار ثم الحالة اللي هي خطيرة هي الكسور هذي وكذا هنا على البلاد يجب تدخل للطبيب هذي كان حاجة استعجالية كم يقول بجانب تنظيف الفم والأسنان نعم الفم والأسنان بحيث أنه كما دائما نقول الودياس وحدة الكشف الصحي تدخل إلى المدارس أول شيء تقوم به هي تنظر إلى هذا التسوس و التسوس في المدارس في المدارس يعني رانبسنا إلى 35% يعني من نعم يعني ترجع نعم أكبر أكبر أمراض الترجع في التسوس جميل نعم ولكن يبقى أكبر الأمراض التي تكتشف في المدرسة ما قلت الطافلة في المدرسة وخارج المدرسة يعني بل المدرس هي التسوس تسوس حقا هذه التفل الطبيعة هي الحب العالية نعم ولكن صبحت فيها اليوم زملاء المسؤولين عن المؤسسة الترضوية يستدعون أطباء الأسنان يجيوا ويديروا دروس دروس تحسيسية للأطفال في كيفية تنظيف الأسنان وكيفية الحفاظ عليها إلى غري ذلك وحتى يقدموا لهم مطويات وبعض صور وكذا وينصحوا المعلمين باش في القسم خاصة في الأقسام الصغرى يديروا في القسم صور كبيرة بالضبط بالضبط وينبينوا سنة سليمة صحيحة وبجوارها السنة مسوسة محفرة مكسرة إلى غري ذلك تلميذ لما يشوف ويبقى عايش في هذا بالضبط الإبتسام الجميلة لذا الإبتسام الجميلة تجيب الأسنان السليمة هاتشين فرغوا منه هني خلوا سيبة بكل الأشيادة تعطينا نظرتها كمختصة اجتماعية كمتخصصة في المجتمع بالضبط يعني تأثير الفم الجميل على الوسط وعلى المجتمع وعلى الغير سلبيين أوه جبيين سيدة حريش أمينة مرحبا بك مختصة اجتماعية في الأسرة والطفل وكامل كيفاش الأسرة الجزائرية تشوف هذا التسوس هل ترى كما قال سيلابري شفنا بالليه كين تراجع في التسوس يعني الحمدلله في السنوات الأخيرة هل ترى هو وعي الأولياء ولا كين تحسيس ولا كيفش رمي يشوفوا هذا التسوس هل ترى الأولياء واقفين على هذا الشيء وحبين أن نعرفوه تفضلي أستاذ أهلين يا زيد مرحبا ببناتنا وأبنائنا بزملاء الكرام يعني أنا قبل ما أجيب عن تساؤلك الأخي يزيد أود أن أتطرق إلى حالة استنفار القصوى اللي تحصل في البيت عندما يكون ألم أدراس عند الأبناء سواء كانوا أطفال أو شباب يوجع أنا جربتها يعني وما نقدروش نتحمله يعني فما بالك طفل صغير بضل كين حتى تصبح عنده فوبيا تخوف من طبيب الأسنان وإحنا المشكل أنه كين أولياء عندما ينصح أبناءه يقولون ديك عدد دونتيست والكلاب كنا صغير وتخيلوا هذا الدونتيست هو مجرم مع اقترامتي للدكتورة أنا روح درت زيارة درت زيارة لمستشفى أطفال مرضى بالسلطان هنا وليد كين نجي نرفض الطفل يمه واش تقول له لا لا وليدي هذا مشي الطبيب مشي الطبيب يعني كارثة للأسف الشديد يعني نشوفوا إحنا ولي هدك المئذر مجرد المئذر الأبيض كلنا رانا أمهات هو يعني يخلع طبيب لازم ما نخوفوش أولادنا مشي مليح وصدقني كين أطباء ونقول لهم تحية التقديل لهم كين دي بيدياتر اللي ما يلبش مئذر رامي تحيةهم الله العظيم يعني نعرص أطباء ما يلبش المئذر يخاف كي يلبسوه ولا بدلت ع تخويف طرحت سؤال يعني الطبيب الأطفال يتبع عنده أطفالي قال لي ما نلبس مئذر لأنه يدخل يبدأ يبكي وفضل أني نلعب معاه يعني نقولوا إحنا لدنتيس تعنا ما شاء الله وعنا أطباء الله يبارك الحمد لله لكن هذك اللي لفوبي هذيك اللي كين اتجاه لدنتيس لازم نحاولوا أننا نقصوها كين الطابع الجمالي نحن نعرفوا أنه بحكم التغيير الاجتماعي دريالي دو كامي يعرفوا في معاما مواقع تواصل الاجتماعي البنات في سن المراهقة ركزهم هنا وين يبدأوا يهتموا بجمالهم بضب كذلك نشوفوا الشبابنا كي اللي يحبوا يتقمط شخصية فنان وأنا نقولهم ما تقمصوش بالزهف لأحتفظوا بشخصيتكم ما يقول لي هنا كالاهتمام نظن أنه هذا هو السبب اللي يخلى بالإضافة إلى دور الأولياء ودور الزيودياس ودور التوعية والتحسيس ووسائل الإعلام إلا أنه الشباب ولا واعي لأن التطور التكنولوجي ولا إحنا لذلك دولي سنتع هذا الوقت راه هم واعيين باختلاف تعبكري تروح لو سننا يقول لك نغمال هذا أبدا يقول لك أنا راح لي درس راح لي سن يعني يشوف هذا الشيء كذلك ينيزيد وينتكلموا على العادات السيئة في التغذية إحنا رانا نشبه الدول الأوروبية ورانا نقربوا لهم بزاف من حيث العادات السيئة هادوك لأولادنا كامل نطورهم ملقوتي أنا شخصيا تعرف الأستاذة طبيبة هنا أدرا مني إلا قاعد في المدرسة يا زيد المشكلة الموجودة والأستاذ مختصرة هو يعني من قطاع التربية ما كاش من يبروسي وأسنانهم حتى في المدارس الخاصة يا زيد حقا كذلك يا زيدي لا سمحت التدخين اللي راهوا آفة خطيرة موجودة حتى في المتوسطات والإحصائية موجودة والأستاذ راهوا في قطاع التربية ويثمن ما أقول نشوف الدول الأوروبية دركها خلاص تدخين ما كانش تركها حتى على محل لازم تبعد تسع أمتار على أي محل باش تقدر تشعل السجارة ولا نظن لازم الأولياء يكونوا واقفين ولازم توعية في هذا المجال هذا بلا تدخين دار ما عنده حتى فيدة حتى فيدة شكرا سلمك يا زيد سيدة مهراوي إيمان مرحبا بك مرحبا بك كي معنا اليوم كولية أمر أم ماذا بينا تكلمينا وأنتي كأم يا هل ترى كيفش تتعاملي مع الأطفال تاعك يا هل ترى تفهمهم كيفش بروسي ولا تقولوا لا لا رحت بروسي هل طريقة ترهيبية ولا ترغيبية ولا كيفش ولا تقول لهم باللي تخوفيهم التسوس قالت وجعك سنتك كي تتسوس وكذا كيفش تتعاملي معهم السلام عليكم شكرا على الاستهدافة مرحبا أنا عندي بنتي في عمرها خمس سنوات مايبارك من اللي كنت في عمرها دوزن يتبعني كنوح أنا نغانضف أسناني ولا باباها دايما تدوها معنا تشوفنا كيف هنديرو الأخر دايما تتبعنا والدوكاك شغول ولفت ولات بروسي عادية ولات وحدها تفطار لأخر تحت بروسي وحدها عادية مي البرح دي جالبارح ديتها لطبيبة الأسنان كانت عندها تسوس ماحبش تنحيلها قالت لي بنتك ما زالها صغيرة كانت عندها تسوسة يعني كان عندها تسوسة قادت لي من نحيلها تاكل حلوة بزيك قادت لي هادك شغولة مشكلة فيه ما عرفت شكرا 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 مادام الله يخليك 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 الدكتورة نعيمة مهدي تكلمنا على الأسنان جمال الأسنان وكامل حبينا لو كان مثلا احنا كنا صغار يقولك روح تبروسي سنانك ما انك يكون صغير واحد ما قال لي كيفاش نبروسي وش حال الوقت اللي نبروسي فيه بوص معنا بلي لازم تبروسي ثلاث مرات في اليوم بروسي ثلاث مرات ولكن كيفاش ثلاث مرات وكان نبروسي مرة بعد الغداء ومبعدها ناكلين بردو شوكولات ولا أحبة حلوة أسكن نبروسي ولا ما نبروسيش ولا وش هو الوقت اللي تكون فيه السوسة يعني مهم أنا حتى كبرت باش عرفتوه على كل حال ومدى بنا تورينا الطريقة السليمة اللي نبروسي بها سننا داك أول شي حبيتنا عرف نفهم الأطفال صغتو وشنو التساوص كيفاش يتم التساوص ويحدو التساوص عند الأطفال هي الأطفال يحبوا يعني انجينيغالا يحبوا السكريات يحبوا المشروبات الغازية الغازوز الجو هادو كامل يؤدوا إلى التساوص إذا ما نضفناش أسناننا هادو باش نعرفوا يقدروا يشربوهم وياكلوا الحلويات بالصح لازم تنظف أسنانك شحال مرة في اليوم؟ هي تنظيف الأسنان ثلاثة مرات في اليوم هلاش السوسة مثلا شحال تاخد وقت باش تتكون هادو كأصباح ناد أو شرب حليبو تداول فاتور صباحة السيسور فيه السكر هادو جعل حليب فيه السكر وفيه أو تناول معاها أنقات و للسيغيال للسيغيال ديجاي سيسكرية هو عو كمل أو رايح المدرسة إيه إلى وبليد سوبوسيل إضا إنسا ما نخصرش أسنانه راح للمدرسة من 18 صبح حتى 12 هو في المدرسة هذا المدة كامل وصرع سمعوندي من ناحية أطفال السكريات الموجودة في المأكولات اللي كلاها للطفل هذوك السكريات وداخل الفم عنا البكتريا موجودة دائمة يعني داخل الفم لك كين بكتريا عايشة معانا هذوك البكتريا صابوا في بقاية العكل اللي لسقط على الأسنان داخل الأسنان صابوا سكريات هما هذك وشي حوصوا للبكتريا يتغدوا بالسكر راحوا يروحوا لهادوك الباقايا البكتريا يتخلون السكر ماشي يأكلوه يتخلونه حيحولوه يحولوه يحولوه إلى ماذا؟ إلى حامض حمضي ديزا سيد هذا الحامض هو اللي يبدأ يتقب بالنترس يتقب الحمضيات جاية يتقبو توسكي أسيد بابروكي ونوقت هذا بشي تكون هذا الحمض حبيت نعرفوش سمعت يقولوا 8 ساعة هل يقول 6 ساعة؟ هيا مدة عشان دقيقة يقدر تسرع ديزا 20 مينوط ون 20 مينوط يقدر يسرع ديزا هذا البروكي هذا البروكي هذا البروكي أنا بروسيط سنان يصبح 20 مينوط هذه المعلومة يتكون الحمض يقدر يسرع هذا ستنفر ملشيميك هي أحسن شيء أنه البروكي بعد أي وجبة ننصح الأطفال يضع فالأطفال الكبارة الأطفال نحن نزل الحصة والأطفال نعرفو بالطفل يزرب سريع في كلش لذلك ننصحو ديزا ينوط بكري يوجد المحفظات عقبال ماشي أو كلاو شرب ماذا ما درشت المحفظتي ينسا ينظف أسنانه لذلك يبقى يدروا كلش بالنظام يدروا كلش بالنظام يدروا كلش بالنظام وليلهم استادك يشتغرسي أسنانه فهموا نعم فهمتوا الطريقة كيفاش تصير التسوز لا لا فهمنا الحمض يتكون مباشرة كي تخلي السكر سكرية فوق الأسنان جيل باكتيريا باكايا تحول هذا السكر باكايا تحولوا إلى حامض اللي هو رايح يتقبل الدرس أو السن أو لا دونك ماذا بينا يعرفوا المدة اللي بروسيوا فيها نعم وكيفاش الكيفية يا أطفال البروساج ديضان تنظيف الأسنان لازم يكون مرة ثلث مرات في اليوم ثلاث فا بار جو وكما نقدروش مرتين ديجارنا على الأقر أنا ربحين في مهمتنا والمدة المرة هي مرتين على الأقل والمدة ثلاث دقائق أو دقيقتين على الأقل الأقل دقيقتين تتخيف هنا المدة المبارسة والسنان المعجون للسنان هاداك فيه الفليوغ داكور فيه ما ذك الفليوغ الفليوغ كنا نعطلوا وقت كنا بروسي وسناننا ونعطلوا لها وقت هاداك الفليوغ يقعد في السناننا يقعد على طبقة الميناء داكور يدير يكوش هكذا شخول طبقة يقعد هم وهذاك الفليوغ لي حي يعطينا حماية للمدة هاداك المدة لي لي راهوا في المدرسة بس ك تنظف سنان دو صباح وعطناشا ورايح للدار ياكل يزيد ينظف أسنانه يكون عنده انكور طبقة الفليوغ فوق الأسنان تاعو تحافظ عليه من متناش حتى العشية كيرجع لدارهم ياكل يتغدى لدارني غوبا يقسل سنانو يقسل سنانو تحمي هاداك داك تخفى بغجوغ نحمي سناننا وصورة الفليوغ هو اللي يقعد لك يحطنا طبقة واقية واقية على الأسنان والفليوغ عنده ثلاثة وظائف اسم عبليح الوظيفة الأولى ينمي ويغدي الميناء هذا البلون طبقة الأولى يغدي وينمي الميناء الميناء الوظيفة الثانية هو يمنع يمنع البكتيريا من أن تحول السكر إلى حامض شفتوا المهمة الثالية جميل 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 والمهمة الثالثة يمهل ويبطئ تكاتر البكتيريا ونموها جميل 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 كيف يفشل بروسي وصننا؟ جميل جميل حانوصل لها الفرشاتي أطفال بدلوها كل ثلاثة أشهر باش تشفاوا كل فصل السنة فيها أربعة فصول حانوصل لنا فرشات فصل الشتاء فرشات فصل الربيع فرشات فصل الصيف وفرشات فصل خريف حانوصل لنا أربعة فرشات في العام هذه يقولوها الأولياء تنظيف الأسنان مليح لدينا هذا الفم نقسمه على أربعة العلوي نقسمه على زوج والفك صفلي على زوجتها لدينا أربعة أقسام نحكب الفرشات الأسنان لا يوجد الكثير من الأسنان لا يوجد الكثير من الأسنان نضع قيس حبة كوكاو فاصوليا نضعها في الوسط نبدأ نوجد كأس المتاعنا كي نشلو الكأس أخر من نحكبه باللد نوجده ألافانس نحكب الفرشات نبدأ نبروس من الأحمر إلى الأبيض من الأحمر إلى الأبيض ونضعه ونضعه في الواقع لا نضعه هذه طريقة خاطئة طريقة صحيحة من الأحمر إلى الأبيض نبدأ نضعه من الداخل حسنا نضعه 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 هذا القسم الأول نكمله من الداخل القسم الثاني من الأحمر إلى الأبيض نضعه من الأحمر إلى الأطفال هذه طريقة خاطئة نضعه البقية يضعه واللتة تمرد نحن نحن بالضاعف نحن نحن فيها من الأحمر إلى السنة من الأطفال من الأطفال إلى السنة دكتر نضعه نملكه وضعه من الداخل من الداخل وعندنا الطواحد المولاق عندهم هاد الكوته هاد الجيهة تحهم اللي فيها سيان تلسق فيها الأكلة هاد كيفاش نبرو سيواء دونك هاد ندروها الاتجاه تحها هكذا وندروها هاد داكور مندروش هكذا ندروها هكذا باش نحولها كامل واش نلسق فيها الداخل لما نفسش بغنبا وما ننساوش الليسان الليسان مهم وبدو توجرب الفكل العلوي العلوي عليها كن بدو به بسكو تحبط الماكلة تحبط الماكلاة بدب لكن بدو بالتحته وننجد الفكل العلوي داخل يحبطناه في الفكل صفلي ما تنساوش الليسان تاعكم مجد ما في حال الليسان بروسوها ندرو فاللسان درو شوية تاع ضانتي فخيس منكة روشها حتى كنكملوا الاسنانة اللي سنخلوه عن درنيه والأخير نشلو و هي البرفيرانس تشلل مش نشلو مشي أشاك فوا هي الدنتي فخيز ما يحرقش بسكو كان الدنتي فخيز الأطفال كان الدنتي فخيزها كبارة يعني ما يحرقش كان من استعملوش الأطفال ما يستعملوش الدنتي فخيز تالكبارة و كان كبلو ومعدها هي كانت كذلك نصيحة خيط الأسنان الفيل دنتي كمنا لبوساج نحكموا الفيل دنتي و نزيدون جوزوه بالأسنان هنا عندنا تنظيف كامل الحمد الله و وش نزيدنا نعطينا السيحة زيارة الطبيب الأسنان كل ستة عشر زيارة الأولياء الداخل يشوفوا لدن بالصح مكاش كيمال شكرا 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 في آخر الأسبوع كي دل خمستاشنا على ماما تلو هدية أولا تخرجوا يتفسح ولا حاجة ولا مليح أنك تلعب مع أوليدك و يكون تواصل مع أولادكم صحة الأسنان مهمة 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 جدا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وتوسطوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحتجنحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحتجنحنا السلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا و البلده من حق الطفولة صحة علم و حب و حنا لها قهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم و أمان نفسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكون صوته